كيف نفسر هذه الآيات في ضوء العهد الجديد تماما أنا أقول فهمي يا سيس نظار اللي أنا فهمته من خلال دراستي لكلمة ربنا أنا لقيت الآياتي أن الله اللي قال لا تقتل هو طلب القتل في بعض الأمور في بعض الأمور يعني نجد في الشريعة في العهد القديم القاتل يقتل نعم صح المفروض كده ودي أعطية أعطية لقضاة بني إسرائيل ففي يعني كأن العدالة مش هو القاضي العادل لما درست العهد القديم لقيت الله القاضي العادل لكل البشرية من حقه أن يدين ومن حقه أن يأمر بالقتل يأمر بالقتل كقاضي عادل كقاضي عادل إذا فيه أمة أو بشرية عواجة المستقيم فمن حقه هو القاضي العادل أن يعمل ده فمثلا ودي حاجات بيتفق عليها المسيح والمسلم مثلا لما نيجي نقول أباد سادهم وعمورة ليه أباد سادهم وعمورة الشر الفساد شرهم اللي ملأ كل الكون لما الرب بعت الاتنين ملكين عند لوط الشعب كله جاي خبط على باب لوط وعايز يكسر الباب عشان يطلعوا الملكين علشان الشزوز الجنسي كل أخرجهما إلينا لنعرف هما لنعرف هما معرفة جنسية الشزوز ده اللي ملأ شرهم اللي ساد فقاضي البشرية بيؤمر بقتلهم يؤمر بقتلهم ده حق أديان كل الأرض ألا يصنع عدلان مش كده مش كده أنا أنا بقولها بالصياغة تانية بقول بما إنه قاضي البشرية أنا شفت إنه بيؤمر بالقتل بيؤمر بالقتل لإنه بيحقق العدالة مرات بيؤمر بالقتل عشان يعلن عن بره وقداسته لأن الله قدوس لا يطيق الشر فبيقول لكل العالم وهو بيعلن عن نفسه أنا أكره الخطيئة أنا أكره الشر أو حماية حماية البشرية كلها بمعنى هقول الثلاث حاجات دول عشان أوضحهم إنه هو القاضي العادل بيحقق العدالة أو إنه بيحمي البشرية أو بيعلن عن قداسته أوضحها أكتر بنقول لو إني وده تشبيه جميل حد أضافه لي لو أنا فيه كانسر في دراعي والكانسر ده هينتشر ورحت لطبيب جراح عشان ينقذني اللازم نبتر إيده هل لو بطر إيدي يبقى بيرحمني ولا بيعقبني ده بيبتر إيد عشان أنا أعيش أنا أعيش الطبيب الجراح ده هو بيط على إيد في منتهى الشافقة في منتهى الرحمة لأنه عشان الجسد ده كله يعيش فنبقول الرب الرب القاضي العادل حامل بشرية قاضي البشرية مرات بيبتر عضو عشان جسم البشرية يعيش أو لهوت تاني قالها بصياغة جميلة قال أحيانا راعي الغنم بيبقى مرب كلب وسط الغنم الكلب ده لو تحول لكلب مصعور وكل يوم يفترس غنمة لو جه الراعي قتله يبقى هو رحيم ولا هو قاسي ده هو عايز يشفق على القطية على القطية